مر عام على عملية نبع السلام ثالث عملية للقوات التركية في سوريا بعد درع الفرات وغصن الزيتون عملية فرضت واقعا مغايرا لما كانت عليه الأمور قبل تشرين الأول 2019 انحسرت مناطق قسد وأخذت أنقرة والمعارضة السورية تتوسعان وما بين الحدثين تم تتفاصيل تطول فميدان السياسة الذي كانت تراهن عليه واشنطن لم ينجح ويصمد كثيرا آنذاك أيام خمسة قلب فيها المشهد كليا واتجهت أنقرة إلى خيارها العسكري لحفظ أمنها القومي كما تقول بقي الميدان ساخنا بمدرعات وطائرات وجنود وصل مخاض الأمور إلى سيطرة كليا على تل أبيض ورأس العين وامتد إلى مناطق استراتيجية في وقت كانت واشنطن تستعد للانسحاب الكلي فلم تجد قسد سوى موسكو لإيقاف التهاوي الكبير في شرق الفرات حيث عراق السياسة والضغط بين يديها فتوصلت إلى حل شامل مع تركيا لاتفاق عرف باتفاق سوتي أنهى عملية نبع السلام أو أوقفها مؤقتا على أقل تقدير تخللته بنود تنص على دوريات مشتركة في المنطقة وانسحابات لقسد لكن ثمت بنود معلقة تتعلق بتالرفعة ومنبج الداخلتين في الاتفاق والبعيدتين عن التنفيذ محاولة دفع عجلة الحياة في المنطقة تمثلت بتشكيل المجالس المحلية وافتتاح المدارس عادت الأسواق إلى ما كانت عليه لكن ثمت منغص دائم في تلك المناطق متمثل بعمليات التفجير التي لم تتوقف فالخرق الأمني أطحى بديلا عن المواجهة العسكرية المباشرة لتعود أنقرة وتلوح باستئناف العملية ما لم تفي واشنطن وموسكو ما تعهدوا به قبل عام عام على نبع السلام عام ما زالت خيارات الأطراف على الطاولة فالشرق المزدحم بالدول والبيادق والمتحول إلى حلبة شطرنج لم تقف الأبواب التوتر فيه فهل رسمت السياسة الحدود بين الخصوم أم أن الأمور لا تنتهي إلا كما بدعت بالنار والبارود